بيمشوا مجانا من نادي الأهلي لكن لما بيتقلقوا مرة تانية بيرجعوا للفريق الأول وشفنا أكتر من نموذة الحية نروح لللجنة الطبية بالتحدي الكرة برئاسة دكتور محمد سلطان اللي حددت شروط أو شرط بالتحديد شرط معين هو أنه لو أي فريق ظهر فيه عشر حالات على الأقل يعني عشر حالات إصابة بفيروس كورونا داخل اللاعبين في فرقة طبعا الدولة الممتاز حيتم تأجيل مباراتهم وبشرط أنه تكون نتيجة المسحة معتمدة من اتحاد الكرة وأنه اللاعبة تكون من اللاعبة المقاعدة بصفوف الفريق وده طبعا يعني بعد معرفنا بقرار تأجيل مطش المصري وحرس الحدود اللي كان مكرر لها اليوم بعدما ظهرت 12 حالة بين اللاعبي المصري بالإضافة طبعا لكابتن طرق العشري المدير الفني وبعد أفراد الجهاز الفني والإداري اللجنة الخماسية طلبت من كل الفرق أو يعني طلبت الفرق أنها يكون في حرص على اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية وأنه ما يكونش فيه أي تهاون في تطبيقها حفاظا طبعا على سلامة اللاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية والمعاونة أيضا عشان يتم الحفاظ على مصلحة جميع الفرق المشاركة وعلى انتظام مسابقة الدولة نحن نتكلم على 72 ساعة المصري كان بيلعب فرقة الزمالك وما كانش فيه أي إصابات في خلال 72 ساعة لما نتكلم على 16 فرد في فرقة المصري 12 لعيب وأربعة جهاز فني فيه مشكلة حصلت يعني على المصري أولا قبل ما نتكلم على فكرة تأجيل مطشاط أو مش تأجيل مطشاط ونخش في دايلامة اللجنة الخماسية والكلام ده كله على المصري أنه يراجع وراه وإزاي في فترة بسيطة كده قدر الفيروس ومع تمنياتنا طبعا بالشفاء العجل لكل المصابين نطمئن على سلامة الجميع أولا قبل ما نتكلم على رياضة وعلى منافسة وعلى مطشاط وعلى نقطة وعلى تأجيل لكن فيه علامة استفهام على مسؤولي نادي المصري قبل أي حد أنه يجاوب عليها حقيقة نتمنى فعل الشفاء لكل المصابين وفعلا ده أهم مليون مرة صحة اللعيبة المدربين صحة أي حد أهم مليون مرة مكورة نروح ده الوقت أحمد لكابتن